حتى رأيت أمر فضيع رأيته في مكة قديما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاز لنا أن نصلي بالنعال وبيننا أن نخالف اليهود والنصارى فنصلي بنعالنا هذا في حال أن الإنسان يلابس للنعال ويأتي إلى مكان فضاء أو مفتوح ويعني لا يخلع يصلي بنعاله لكنك إذا دخلت إلى المسجد فالأصل أن هناك مال مقوم وهناك بيت الله تبارك وتعالى وهناك حق المسلمين عليك وحق الذين سيسجدون على هذا السجاد فتخلع عليك وتدخل إلى المسجد بدون نعال رأيت من هذا الأمر العجيب رأيت أقواما في مكة في لحظات الإزام قديما في الاعتكاف في مكة يأتي بحذاء خاص هو يلق لا حذاءه عند دخول إلى المسجد ثم يخرج نعل ويلبسه ليسير به في الحرم على فرش الحرم هو نظيف يقول لي حتى أثبت للناس أنه يجوز الصلاة بالنعال وقوم آخرون أفسدوا مسجد عندنا في بريطانيا بالصلاة أنهم كانوا يدخلون وطرق يعني مليئة بالأوصاخ وبأبوال الكلاب وبغيرها ويدخلون بها إلى بيته فأفسدوا السجاد حتى اضطر أهل المسجد أن يتركوه لهم صلوا أنتم في هذا المكان وكان يبدو للناظر أن هؤلاء يحتاجون إلى نصيحة عميقة في قلوبهم تتعلق بالقصد والقربة